وهكذا الكلمة المسيح كلمة الله هو الوحيد المسؤول أنه يعلن عن كل ما يدور في فكرة الله مش فقط من مشروعات لكن حتى يعلن عن طبيعة الله ممكن تعطينا أمثل من العهد القديم يعني كيف كان يعلن ومع مين مع من مثلا لما قيين قتل هبيل هل الله ماذا لا يحبه بعد أن قتل نعم هل الله حزين على القتل نعم هل الله يرغب في توبته نعم هل الله عنده رغبة أن يغفر نعم من يعلم من يعلم الكلمة فنلاقي أن يهوى إلهيم الرب الإله جي لقين جي لقين ما هذا الذي صنعت إيه اللي أنت عملته ويبدأ في أسئلة استجوابية ليقودوا للاعتراف ليقودوا للاعتراف أين هبيل أخوك سؤال سؤال محرج ويعبر عن الحزن العميك اللي في قلب الله ماذا صنعت فرح رد عليه رد وقح رد وقح يدل على وقحة الإنسان حتى بعد السقوط لا أعلم كاذب أحارس أنا لأخي وبالرغم من هذه الوقاحة يستمر في التعبير عن المحبة وهذا شيء مزهل أسيس نظار مزهل حتى مع سقوطنا وكرهيتنا لله ومع وقحتنا ورفضنا لي مازال محبا من الذي يعلن؟ المسيح قبل التجسط طبعا فعشان كده بيستمر في دوره في الإعلان عن الله فالله لم يره أحد انقط بلغة العهد الجديد الإبن الوحيد الذي هو في حدن الأب هو خبر هو أعلن هو أعلن وبعد كده تتوالى الأمور بعد قيين ييجي أشهر شخصية في علاقة عميقة مع الله إبراهيم والظهرات الإلهية لإبراهيم ظهر له في العراق في أوري الكلدانين وأيضا بعد إبراهيم ييجي إسحاق وبعد كده ييجي عقوب وفي الطريق يظهر لأبي مالك المالك الفلسطيني في حلم ويأتي لفرعون في حلم فمن ذا الذي يأتي؟ من هذا هو الشخص العظيم؟ فهمنا من كل العهد القديم أنه هو الكلمة المعلم حتى ظهراته في العهد القديم كملاك العهد أو كملاك الرب شكرا نحن نتكلم عن شخصية يسوع نعم شخصية يسوع قبل التجسد قبل التجسد نعم الكلمة لأن الكلمة أزلي والكلمة موجود في العهد القديم فالله دخل في عهد مع شعب إسرائيل من الذي سيأتي ليقطع العهد؟ الكلمة المسيح الرب عشان كده كلمة الرب في العهد القديم يهوى ترتبط بقطع عهد مع محبيه نعم فعشان كده هو اللي جاء على جبل سينة نعم ولما جاء على الجبل زلزلة ورعود وبروك لأنه يعلن عن مجد حضوره كالكلمة الأزلي المعلن عن الله وهو يقطع عهد مع شعبية في العهد القديم وتتوالى الأحداث ويظهر لمنوح ويصعد في نار منوح له أبو شمشون نعم تمام ويصعد في نار الزبيحة وحتى بعد السبي يأتي في بابل الرابع الشبيه بابن الأليهة من؟ مين الرابع الشبيه بابن الأليهة؟ طبعا إحنا منتكلم عن الفتية الثلاثة في أيام الملك نبوخذ نصر ملك بابل نعم قبل فترة نبوخذ نصر ما ياسبي شعب إسرائيل كان المسيح الكلمة موجود في أرشاليم في حضور الله في الهيكل وهذا الحضور الإلهي ممثل في عمود السحاب وغادر السحاب سفر حسقيال بيشرح مغادرة المجد وهو يعبر عن حضور الله معلنا من خلال الكلمة في وسط الشعب وغادر المسيح بمظاهر المجد المحيط به إلى السماء وفوجئنا به يأتي في بابل في أتون النار من يتوقع أن الله يأتي في أتون النار لن رفض السجود للتمثال نعم لما أراد نبوخذ نصر أن يرغم الجميع على السجود للتمثال الفتية الثلاثة رفضوا السجود وهدتهم بالطرح في أتون النار وألولوا نطرح في أتون النار لا يمكن أن نسجد وسواء يوجد إلهنا يستطيع أن ينجينا وإن لم ينجينا نموت حرقا لكن لا نسجد لتمثال الذهب لأنه يعبد الله فقط وترحهم في أتون النار وفجأة نبوخذ نصر يرى في الأتون الرابع الشبيه بابن الأليهة ثلاثة ترحهم لا هم أربعة حتى من هو الشبيه بابن الأليهة المسيح المسيح في أحد الظهورات فهو بيعلن لنبوخذ نصر أن الله الحي الحقيقي إله شدرخ وميشخ وعبدناه موجود ويحميهم وقادر أن يطفئ قوة النار وهذا سبب أن نبوخذ نصر يعيد تفكيره في الآلهة الوسانية اللي هو بعبوتها وبدأ يطرح هذه الآلهة جانبا وهنا أهمية الإعلان الإلهي للنفس أن المسيح يعلن عن نفسه الجميع عشان كده في العهد القديم يأسيس نظار من ضمن الحاجات المزهلة أنه لا يعلن فقط عن نفسه في وسط إسرائيل لكن يعلن عن نفسه في وسط الأمم ويذهب لفرعون في حلم إمبراطوريا المصرية ويذهب لأبي مالك الملك الفلسطين أيام إبراهيم وأيام إسحاق ويذهب لنبوخذ نصر في ظهور في أتون النار فمعنى كده أن المسيح الكلمة في العهد القديم لا يحب إسرائيل فقط لا يحب جميع الناس وده يؤكد الإعلان اللي بيقوله العهد الجديد أن هكذا أحب الله العالم فمحبة الله للجميع معلنة في العهد القديم اشتركوا في القناة